موسيقى 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 حملة ديت قامت فكرتها من تصريحات معاني الوزيرة لما قاعدة تقول لما ساسب العمال العمال في مصر في غالعة كويس الوظائف موجودة بشكل غير طبيعي بس الناس مش عايش ساعة التصريحات دي استفزتنا اوش لو حد فيكم قدر ينزل محكمة عملية او دوائرة عملية مش محكمة عملية عشان نشوف عدد الاواضي الموجودة حيلاقي ان كل دايرة يوميا تقريبا فيها حوالي 250 قضية او 250 عامل الاواضي من قدر الاواضي يلدي بالظبط حوالي ثلاث ساعات لل250 قضية وكلهم بياخد تأجيلات عشان الحدودها بتاخد بعد ثلاثة أربعة سنين بيكون العامل تنهار عملة كارت احمر خرجت بسبب تصريحات الوزيرة الى دايما مغيرة الحقيقة دايما بتتكلم على ان الاوضاع كويسة بالنسبة للعمال الامال في مصر بخير كل شيء كويس الامال ما فيش حاجة نقصهم عدد الوظايف كبير الوظايف موجودة عندي وما فيش حد يتقدم عشان ياخدها كل دا كله مغير للحقيقة كل منطلب الامال على مستوى الجمهورية من ساعة الثورة من ساعة الثورتين هو بيتلخصه في 12 مرات اول مطلب طبعا نصدر قرار من رئيس الجمهورية بعودة جماعة الامال المفصلين ثاني مطلب تمسيل لجنة من العمال في الزياغة والدستور والقومات نطلب حملة اقالة الوزيرة لانها محسستش بالامال للأسف معالي الوزيرة بتدافع عن رجال اعمال دفاع مستميد الامال اخر حاجة ما تفكر فيها معالي الوزيرة فالأسف ما تنفعش انها تدير الحركة العملية في مصر لانها ضحل بامال مصر هي الحملة ايما لأقالة الوزيرة لعدة اسباب انها ما خرجتش قانون العمل ما خرجتش قانون الحريات النقبية ما رجعش الامال المفصلين معالي الوزيرة شكلت لجنة لبحث اوضاع الامال المفصلين وللأسف انا كنت احد اعضاءها فجئنا ان الحصر اللي جاي من الوزارة 15000 عامل انا بقولك ان عدد الامال المفصلين في مصر اكبر من كده بتصير احنا عدد الامال عندنا يتعدى يتعدى التمانين الف عامل مفصلين عارفة ان هي حضرتك مصالع كاملة بتتقفل وهمنا بيشرده ويتريموا في الشارع موسيقى 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 موسيقى